السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في اختبار اجتياز المستوى الثاني من كورس الأزمنة والقواعد فنصيحتي لك هو أن تقوم بهذا الاختبار وكالعادة هناك اختبار لكل درس فلكل درس لدينا أربعة أسئلة إن حصلت على أربعة أجوبة صحيحة فممتاز جدا إن حصلت على ثلاثة أجوبة صحيحة جيد كذلك ولكن إن حصلت فقط على إجابتين صحيحة أنصحك أن تعود إلى ذلك الدرس وتشاهده مرة أو مرتين أخرين وإن كانت لديك أي أسئلة يمكنك أن تضع هذه في التعليقات لا تنسى الاشتراك في قناتي هذه وكذلك الاشتراك في قناتي الثانية للفلوغات والمعلومات العامة ونسائح أخرى كذلك كذلك تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي إذن على بركة الله فلنبدأ الاختبار هذا هو اختبار الدرس الأول فكما قلت لك لديك أربعة أسئلة سوف أسميهم أسئلة وكل ما عليك هو أن تملأ الفراغات بهاز أو هاف املأ الفراغات بهاز أو هاف نصيحة لك هو أن تقوم بإيقاف الشاشة والإجابة عن الأسئلة لأن مباشرة بعد هذه الصورة سوف ترى الأجوبة الصحيحة لهذا الدرس إذن فلنتبدأ الآن إذن هذه هي الأجوبة الصحيحة لاختبار الدرس الأول اختبار الدرس الثاني وكان حول present continuous فكما ترى هنا لدينا أفعال بين قوسين لدينا أربعة جمل وكل جملة فيها فعل بين قوسين عليك تحويل الفعل إلى present continuous يعني سوف تحويل الجملة بأكملها إلى present continuous فيمكنك أن تبدأ الآن فإذن هذه هي الإجابات الصحيحة أحسنتم اختبار الدرس الثالث فلدينا هنا أسئلة يعني مباثرة في present continuous فكل ما عليك هو أن تقوم بترتيب الأسئلة الأربعة يمكنك أن تبدأ الآن هذه هي الأسئلة بالشكل الصحيح اختبار الدرس الرابع مرة أخرى لديك أسئلة مباثرة ولكن هذه المرة لدينا information questions فهي أسئلة مباثرة مرة أخرى وكل ما عليك هو أن تقوم بترتيبها طبعا الأسئلة في present continuous يمكنك أن تبدأ الآن بالنسبة للدرس الرابع هذه هي الأجوبة الصحيحة أو هذا هو الشكل الصحيح للأسئلة بشكل مرتع طبعا اختبار الدرس الخامس هذه المرة لديك جمل في present continuous جمل عادية إيجابية وعليك تحويلها إلى سيغة النفي فهناك تغيير بسيط سوف تقوم به لكي تتحول هذه الجمل إلى جمل في سيغة النفي يمكنك أن تبدأ الآن إذن هذه هي الأجوبة الصحيحة تغيير بسيط جدا أنت فقط تقوم بإدخال اختبار الدرس السادس مختلف قليلا فأنا فقط أريدك أن تقول لي معنى هذه الأفعال سوف أقرأ لك كل فعل وحاول أن تخبرني ما هو المعنى إن كان المعنى الصحيح بعد أن أخبرك الإجابة الصحيحة أعطي لي نفسك نقطة واحدة إذن بالنسبة للفعل الأول Like to Like to ما هو معنى Like to فإذن المعنى الفعل Like هو أعجب أعجب يجيب إلى آخره Want to Want to Want معنى Want هي أرادة أرادة يريد إلى آخره Need to Need to Need فمعنى Need هي احتاجة Have to Have to ومعنى Have to هي إذ طر أو لزم عليه أو وجب عليه إلى آخره يعني هي الصراحة هو نفس المعنى إجماليا هو نفس المعنى ولكن في بعض الأحيان يكون هناك اختلف بسيط جدا في المعنى ولكن عامة يعني نعني بها لزم عليه أو وجب عليه أو اضطرة في بعض الأحيان اختبار الدرس السابع فالدرس السابع كان حول How much ولديك هنا لديك سؤال جواب سؤال جواب فالجملة الأولى هي يعني السؤال الأول إجابته هو السطر الثاني السؤال في السطر الثالث إجابته هو السطر الرابع وكما ترى لديك فراغين عليك ملء فراغين لديك جميع المعلومات التي تحتاجها فقط قم بالتركيز ركز 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 جدا وحاول أن تقوم بملء الفراغين في كل صدر بالأجوبة الصحيحة اختبار أنصحك أن تقوم بإيقاف الشاشة أنه سوف يستغلق بعد الوقت ويمكن أن تدع الآن هذه الإجابات الصحيحة فتخيل أنك أمام الكراسي وتشير الكراسي وتقول ما هو ثمنهم ما هو ثمن هذه الطاويلة؟ هنا لدينا اختبار الدرس الثامن وهو يتعلق بكان أسئلة مختلفة هنا يعني هنا لدينا أربعة أسئلة وهي مختلفة ولكن الأربعة أسئلة كلها تتعلق بكان فبالنسبة للسطر الأول يعني عليك أن تجد المكان الصحيح المتصدع فيه كان يعني أدخل كان بالنسبة للسطر الثاني أريدك أن تحول الجملة الأولى إلى سؤال حول الجملة الأولى إلى سؤال بالنسبة للسطر الثالث قم بترتيب السؤال الذي لديك هنا وبالنسبة للسطر الرابع أو السؤال الرابع قم بتكملة الإجابات المحتملة yes شيء ما no شيء ما كذلك هذا السؤال يحتاج التركيز أنصحك أن تقوم بإيقاف الشاشة وتركيز عليه إذن هذه الأجوبات الصحيحة بالنسبة للدرس الثامن he can eat five sandwiches يمكنه أن يأكل خمسة ساندويتشات الآن إن أردت أن تحول الجملة للسؤال سهو تقول can he eat five sandwiches هل يمكنه أن يأكل خمسة ساندويتشات what can john draw what can john draw ماذا يمكن لجون أن يرسم يعني هل يمكنه أن يرسم حيوانات أو يرسم أشكال أو يرسم أشخاص إلى آخره can you sing yes I can أو no I can't فإذن congratulations guys مبروك عليكم لكل وليأي شخص قام بإتمام المستوى الثالث قام بإتمام المستوى الثالث والثالث إنجاز كبير 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 جدا فقد قمت بضمان foundation أو أساس مهم 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 جدا لتعلمك عفوا للوعى الإنجليزية يعني أنا كنت حريصة جدا أن أجعل الدروس مفيدة ومهمة ودروس يعني تدعم وكذلك تبني الأساس لكي تعلم اللوعى الإنجليزية بالطريقة الصحيحة فأتمنى أن أكون قد كنت في حسن الظن وكان هذا والاختبار إن كانت أعجبك لا تنسى أن تقوم بضغط الإعجاب لهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر